وزير الصناع الصيد الأنية علي عون بزيارة عمل وتفاقد لولايات باتنع تمثلت نقاط العملي في تفقد مشروع إنجاز مصنع شرائح قياس نسبة السكر في الدم وتدشين محدة المجمع العمومي صيدال أين أشرف بمعيتي والي ولاية باتنع على منح رخصة استغلال في ظرف ثلاثة أيام لمصنع خاص بأدوية السرطان تجملنا هذه الأجابة وقدرنا واحدة هنا تنجف في بارد السرطان سيد ولي ورؤباتنا السادة والسيدات إطارات الولاية مرحبا بكم لمركز توزيع الشرق لمؤسسة صيبال نستقبل اليوم ضيف عزيز علينا سيد معالي وزير صناعة صيدالانية وذلك من خلال اطلاعه على واقع إنتاج أدوية على مستوى هاتفنا من تطور وتوسع في مهامها وتبعا لتوجيهات وتعليمات وصايتنا فنحن نحاول بذر قصارى جهدنا حتى نكون في مستوى تطلعات المجمع ونساهم بالقدر الفعال في دفع عجلة التطور فيه ومواكبة ما يحيط بنا من تغيرات يعني بعد الزيارات اللي قمت بيها اليوم الروح مرتاح المتماعي ما نخدش الروح مرتاح المتماعي باش تكون المخازين هادي بكون حسب المعرس يخص لساس لساس منتري ولساس دوسوت لكن زرت المخازين تأتي في زميري شي الزال نقول الكمبيت سيدال رهي غايبة في بعض المناطق تقربوش وياك نبدأ هنا وتقربوش على الجنوب انتهت الزيارة بتكريم كل من الوزير ووالي الولاية ورئيس المجلس الشعب الولاي من طرف مجمع سيدال ترجمة نانسي قنقر